السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم إلقاء القبض على اليوتيوبر الشهير ببكريشا المغربي بتهمة إهانة القضاء تم إلقاء القبض على اليوتيوبر بكريشا بعد رفع دعوة قضائية ضده من النياب العمى بتهمة إهانة القضاء وذلك بسبب عدة فيديوهات ولايفات نشرت على قناته باليوتيوب يحظى بكريشا بشهرة واسعة في المغرب على خلفية قناته على اليوتيوب والتي يعتبرها الكثيرون قنات غير ملائمة للمجتمع المغربي بكريشا يواجه العديد من الشكاوى المقدمة ضده من قبل زوجته الأولى أو غيرها من الأشخاص وتم التوقيف بكريشا يوم الخميس ليتم تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يوم السبت بعد تقديم شكوى ضده من القضاء المغربي كانت التهمة الموجهة له تتعلق بالنشر فيديوهات تشوي سمعة مؤسسات الدولة وإهانات القضاء وتم احتجازه في حالة اعتقال حتى يوم المحاكمة المقرر يوم الاثنين المقبل فهذه أول مرة يواجه فيها بكريشا مشاكل قانونية فقد تقدمت زوجته الأولى بالعديد من الشكاوي ضده وتقدم أشخاص آخرون بشكاوي أيضا بسبب التشهير والسب والقدف ولا يزال هناك عدد من الجلسات المحددة لهذه الشكاوي ويأتي اعتقال بكريشا ضمن جهود سلطات المغربية للمكافحة الانتهاكات القانونية على الأنترنت والتي شهدت تشديدا في الفترة الآخرة وتحضر القوانين المغربية للإساءة إلى مؤسسات رسمية والإساءة إلى الأشخاص والتشهير به إلا أن بعض المشاهدين والمعجبين بقاناة بكريشا يرونها تعبر عن التقافة الشعبية المغربية بأسلوب فكاهي فيما يرونها آخرون تفسد قيم وأخلاق المغاربة بما يعرض عليها من مشاهد يرونها مخلة للحياء وتشجع على عقوق الوالدين هنا وصلت لنهاية الفيديو كانت معكم قاناة فاتتي شانيل إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد ومع السلامة